فجرت ميليشيا الحوثي مدرسة على أطراف مديرية حيران بمحافظة حجة في اليمن وذلك قبيل اقتحامها من قبل الجيش اليمني بزمن قصير قال مدير المدرسة إن ميليشيات الانقلاب فجرت ثنوية بعد تهجيرها القسري لسكان قرية السادات التي تعتمد في تعليم أطفالها على هذه المدرسة وذلك عقب تلقيها هزائم موجعة وبعد تحرير مركز المديرية من قبل الجيش اليمني شكرا